التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدى لمنظمة التجارة الخارقية اليابانية جيترو لبحث التعاون المشترك في الاستثماري في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل موانئ ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية فيها وخلال اللقاء قدم رئيس المنطقة الاقتصادية عرضا تقديميا يوضح الانشطة الاقتصادية بالمنطقة والقطاعات الصناعية المستهدف أن يتم توطينها داخل المنطقة والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية وفقا لستراتيجية الدولة المصرية